أنا مايار أكرم شهد الجخبير عمري 20 سنة من سكان مشروع بيتلاهية شمال قطاع غزة نازحين من مشروع بيتلاهية إلى منطقة القصصية بأنذار خالي تم محاصرتنا في هذه المنطقة دخلوا علينا اليهود من غير أي شيء من غير مئين تنبيهات ومن غير إنذار دخلوا علينا حكونا نطعام نشرب بعد ما أخذونا من الغرف نطعام نشرب نحمام قاعدونا في الصالون الصغير بعدها صار يغلطوا والكرام البذيء علينا بعدها أخذوا الشباب عندما أجوا يأخذوا إليك خال أنا ما بشوفش يعني كفيف أصروا أنهم يأخذوا مع أنه إحنا بينا لهم إنه ما بشوفش بس أصروا أنهم يأخذوا لما أخذوا وعذبوهم بره أسمعنا صوتهم بإنه من الوجع بس إنه إحنا نعاية بنصرخ إنه محمود محمود صار قلنا أسكت أسكت بكله تمام محمود بخير وبعدها أصروا تخطخوا حولينا فتحوا على نجر الغاز وأصروا أنه إحنا نتمنا في الدار أجوا صورونا صور فردية وصور جماعية أخذوا المصاري كان فيه مصاري حوالي 70 مليون لخالي الكثيف أخذوهم وحرقوهم قدامنا وصاروا يغنوا يعني يستهزئوا فيه وصاروا يقولوننا وين الملايين الشعب العربي وين لما أجوا يطلعوا جابوا خالي عمره 58 سنة اسمه خالي عماد الملفوح كان عليان مربطين إيدي إيدي كانوا نفقين من كتف التعذيب قبل ما يفكوا إيدي الجندي طال من جيبته أداة حادة صار يعمل في جسمه يعني مزع في جسمه إحنا نعيط قدام منزل صار خالي دار علينا خالي صار يقولنا لو كتلوني قدامكم ما تحكوش ولاي إيشي على الأقل أنتوا أنفدوا بريشك يعني أنتوا يعني أنتوا عيشو خالي ما بيشوفش الكفيف خالي جاد أما خالي اللي عزبوه على مرء العين إحنا قدامنا خالي عمان الكفيف أخذوه شهطوه من بلوستو وصرنا نقوله ما بيشوف جروا جروا على الأرض لما بجروا خلوهم يركعوا زي ما إحنا خلونا نركع خلوهم يركع على الأرض وبوز السلاح فدهروا يعملوا فيه وبعدين شلحوهم أوعيهم ورموهم بره وربطوا إيديهم إيش عملوا فيهم كنا نسمع صوت صراخهم من بره بعدها قالونا منو تطلعوا إذا طلعتوا هنطخوا إحنا جمكوا في دارة الشرافي بالفعل كان جمنا سكان من دارة الشرافي وتمركزوا فيها نمنا خلص ضلنا قاعدين نمنا بعد بشوية على الثلاثة الفجر سمعنا صوت خالي نهاد وأخويا محمود الناس بتصرخ بالشارع بتقطقوا على الدرح رحنا فتحناهم الباب دخلوا علينا كل جسمهم أزرق مضروب علامات الضرب إيديهمهم ربطين من هان هيك بربطين كان هان كله كنفخين اليهود قايلها لهم ما تطلعوش هذي خلصنا منها هذي منطقة آمنة ما رطلعوش منها راح خالي أنا خلص اتحماموا وقاعدنا شوية أمي قاد بدنا نطلع تاني يوم حتى لو منطقنا بدنا نطلع نمنا إلا ما قصفوا علينا الدار ما حدش تصل علينا ولا نبهونا ولا أعطونا لا تحذيري ولا إيشي غير إنو كنا نيمي كان على الأنفار اللي موجودين في الدار واحد وعشرين نفر واحد وعشرين نفر منهم عشرة أطفال والباقي قداش كلهم يعني كبار في العمر كانت ستة كبيرة في العمر حوالي عمرها 72 سنة أمي كانت عمرها 48 سنة كنا نمنا خلص نايمي يتنمنا إلا ما صحيت عصد إنو مرت ستة مرت خالي إلا في إشي بقى يعني واجع علي واجع ومخلص صرت أقول لها أمانة طلعيني أمانة متسبيني أموت طلعيني صرت تقولي أنا مش قادر أطلع قلت لها بس أنا بقايني عايشة بتنفذ طلعيني صرت تقولي مش قادر أجلت بتها تروح لهي بنتها صرت تقول أمانة يومها متسبيني أطلعيها طلبت منها أشرب مية ما قدرت تقولي أنا مش قادر أشربك مية مش قادر أطلعك أشربك مية صرت أشرب في الدم اللي بنزل منها كان هار كله جروح هار كله حرق مني إصابتي كان حرق كله في الوجه غرز غرز من الرأس لحد الرقبة عندي كسر في الظهر وكسر في غير الظهر كمان في الكتف عندي حرق في الظهر وبرجلية وهي اللي صار معي ومن ثم عرفت أنه أهلي كلهم استشهدوا أجوا وقالوا لي أهليك استشهدوا يعني قالوا لي شيئا مباشرة الخبر مش مباشر ولكن بالاستدرائج صد رجولة إليه وقالوا لي أهليك كلهم استشهدوا ضدينهم بالرحمة عددهم 18 نفر اللي هم مين أمي أخواتي التنتين بإخواتي الأربعة بخلق إبي إخوالي بمرت خالي بستي ببنت خالي أختي كانت من جوزة برضو بقي إيا بجوزها ببنتها ترجمة نانسي قنقر موسيقى